بسم الله الرحمن الرحيم وما نبرك لكم أيضا وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في بداية شهر رجب والذي يستحب معه أشهر النور استبشرت المدينة المنورة في العام السابع والخمسين للهجرة في غرة شهر رجب بمولد سليل أمير المؤمنين جدا وأبا وأما الإمام الباكر عليه سلام الله غصن من شجرة النبوة وبحر من الفضائل بكر العلم وعرف أصله وفرعه وخفية فخلدته الصحائف لا بل خلدت الصحائف بذكره فهو من صفى قلبه وزكى عمله وطهرت نفسه وشرفت أخلاقه وظهرت عليه علامات الإزدلاف واجتمعت فيه الكمالات الإنسانية فكان أهلا للإمامة الكبرى بعد أبيه السجاد صلى الله عليه بدأ طفولته في غمرة جحيم الأحداث المتوالية ضد محبي أهل البيت عانى الكثير في ظل الحكم الأموي وعاصر خمسة من رموزه ووعى في صباه ملحمة كربلاء التي تجسدت بين عينيه الشريفتين وعايش الحصار الذي فرض على أبيه حتى زرع الرعب في قلوب الناس وباتوا لا يجرؤون على الاقتراب من بيت الإمام ولول مسألة شرعية أشكلت على سائلها فكيف استطاع الإمام الباكر عليه السلام الله في ظل تلكم الظروف المأساوية من الحكم الجائر والعقائد المنحرفة والعصبيات القبلية وكل التمظهرات الجديدة للجاهلية الجهلاء أن يتصدى لها ويمضي في بنيانه العلمي والدين والثقافي الممنهج ويكون مقصد العلماء من كل البلاد العالم الإسلامي الذين يقبلون عليه كما يقبل الضامئ على الماء ليغني الواقع الإسلامي في العمق وفي الامتداد من خلال ما تضخه مدرسة أهل البيت عليهم السلام من صفى علومها وسنى نورها المستمد من نوره عليه السلام فضل سمحت الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نتوجه إلى محمد وآله عليه السلام بمن هو الظاهر بيننا المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف بالتهنئة العطيرة بذكر ولادة باقر علم النبيين محمد بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحديث أيها السادة في هذا المقام يطول ويتشعب حسبنا كالعادة أن نتشرف بطرح عدة نقاط بين يدي المناسبة وطبيعي أن ننظر إلى الظروف الربانية التي تولى فيها الإمام الباقر عليه السلام إمامة الأمة على مدى عشرين سنة تقريبا فلقد سبق أن بينا أن معاوية ابن أبي سفيان وبتخطيط سابق وبتسهيل بي من قبل السلطة الحاكمة استطاع أن يؤسس في المنطقة الشامية منذ لحظة التوليه لها كوال إلى حين استأثاره بالحكم المطلق استطاع تدجين الرأي العام على المستويات كافة من خلال بث المحدثين لصالحه ونشر القصاصين وإعطاء المكرومات والعطايا للموالين وإنزال العقاب إلى حدود القتل والهدك والتهجير بغير الموالين له وخصوصا شيعة علي عليه السلام وكذلك من خلال إنشاء جيش لا عقيدة له إلا تنفيذ أوامره ولو أدى ذلك إلى وقوع المجازر كما فعل على سبيل المثال بسر بن أرطاط في حملته العسكرية التي طالت الحجازة واليمن كل هذه المنهجية يضاف إليها ما يشبه السبات الذي دخلت فيه معظم مكونات الأمة وميل فعالياتها إلى الدعة ترغيبا وترهيبا كل هذا أفرز وبسرعة هائلة جملة من المفاهيم التي ليست من الدين بشيء بل في الواقع على النقيد منه تماما فغدا كل من يبايعه الناس اختيارا أم جبرا بالتفاهم أم بالغلبة والرشوة هو إمام للأمة تجب طاعته تجب طاعته ولو حز الرقاب بسيفه أو أوجع الظهور بسوته ولا مناصة للأمة أن تصبر على قهرها وتعض على جوعها وتتوكل على الله منتظرة عدله الأخروية فقط دون الأخذ بالاعتبار أن الدنيا أيضا هي مرتع لعدالته إن أحسن الناس التصرف فيما أمرهم به فكان السائد هو مفهوم الجبر ومفهوم الإرجاء اللذين ما زالا ساريين إلى يومنا هذا ينظر لهما أدعياء الفقه وملحق الدين غير أن المشروع السفياني هذا والذي كرسه معاوية ما لبث أمني بهزيمة النكراء ما ردها باعتقادنا إلى سببين اثنين السبب الأول شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بشخصه وبما يمثل بحيث أوصل الأمة إلى مفترق الحق والعدل إذ كيف يقتل الدين ابن نبي الدين وسيدة شباب أهل الجنة وريحانة صاحب الدين الإمامة قام أمقعد فلا بد من وجود خلل في الأداء وشخصانية في السلطة لا يمكن السكوت عنها تحت أي ظرف على الإطلاق ومعلوم ما لتلك الدماء الطاهرة من تثبيت للدين وترسيخ للنهج النبوي ما زال وسيبقى المسلمون يرفلون بألقها لأن تلك الدماء ليست دماء عادية بل دماء سكنت الخلد واقشعرت لها أظلة العرش السبب الثاني أن تلك النزعة الشيطانية التي أسسها أو استمرأها معاوية في الشام بقيت فعاليتها في باقي المناطق هزيلة ولا يستطيع مؤرخ منصف إلا أن يلاحظ أن العراقين الكوفة والبصرة والحجازين مكة والمدينة واليمن لم تكن شديدة الولاء لمعاوية بل بعضها يناصبه العداء علنا مما جعل فعالية منهجه هذا ضعيفة في الأقاليم قوية في بلاد الشام فما إن انجلت الغبرة عصر يوم كربلاء حتى بدأت الدولة السفيانية بالتهاوي والسقوط الدراماتيكي فما لبث يزيد أن انتكث عليه عمله وكبى به فعله فقامت الدولة المروانية ومؤسسها الحقيقي هو عبد الملك بن مروان الذي قتل عبد الله بن الزبير وأخاه مصعب وسط وبسط نفوذه تقريبا في جميع الأقاليم إلا ما شذ من جيوب لبعض الخوارج هنا أو هناك فعمد إلى أخذ بقايا الأساس الذي كان لسلفه معاوية وزاد عليه متجنبا الأخطاء التي بصر بها من خلال مراقبته الثاقبة لمجريات الأمور فهو محترف بكل ما للكلمة من معنى ومرد ذلك برأينا أنه كان من فقهاء المدينة قبل أن تصل إليه السلطة فهو بذلك يكون الخبير بكيفية الاستلاب الفكري بطرق استفقاهية فعمد قبل أي عمل إلى استقدام أحد فقهاء المدينة البارزين وهو شهاب الدين الزهري وأوكل إليه المباشرة بالإشراف على جهاز ديني متعدد المهام وذي طابع شمولي في كل جغرافيا الدولة مع التفاتة إلى عدم الوقوع في سفك الدم إلا عند الضرورة وحيث يكون الاحتجاج لديه ممكنا أو له ما يغطيه من جهازه الفقهي التابع له فأن يقتل عبدالله بن الزبير هو أمر طبيعي طالما أن الأخير ينازع على السلطان فمن غلب صاحبه كانت له الحجة وطبيعي أن يقتل قريبه الأموي عمر بن سعيد الأشدق بيده لأنه عارضه فيما يوهن من سلطته لكنه وبعض من معه كانوا يستنكرون علانية قتل الحسين عليه السلام لا على المبدأ الموافقين عليه بل على الطريقة والأسلوب الذين أديا إلى عكس النتيجة فهو إذن يتجنب كل ما من شأنه أن لا يؤيد سلطانه هنا قد يتخيل مرؤ أن الأمور من المفترض أن تستقيم لعبد الملك بن مروان ومن جاء بعده فهو يرأس السلطة التنفيذية أحكم سيطرته على كل الأقاليم وهو بيده السلطة التشريعية برئاسة الزهر في دمشق وعدد من الأسماء اللامعة في المدينة ومكة والكوفة والبصرة وخراج الدولة أي السلطة النقدية غدت تملأ الخزائن يستعملها في سبيل تثبيت مشروعه ويتكفل ولاته وعلى رأسهم الحجاج بن يوسف الثقفي بقمع المخالفات هنا وهناك بل باستباق أي مخالفة من خلال القتل على الظنة والتنكيل على الشبهة حتى لو كان المقتول صحابيا من بقايا الصحابة أو تابعيا من خيار التابعين كسعيد بن جبير وغيره من كرام الناس هنا نجد شخصا واحد شخصا واحد على مساحة العالم كله استطاع أن يخلخ لهذا البنيان الشاهق مستعيدا المبادرة إلى صدر الأمة والمفارقة العجيبة أن الحجة دوما بيده وليست بيد غيره عدوا كان الغير أم مداهنا أم غير ذلك هو أبو جعفر الباقر عليه السلام بحيث كان مجرد وجوده على رأس مدرسته الحديثية كاف في فتح الباب لكل الأمة بأحادها وجماعاتها أن تتخلص من ربقة التهريج الفقه السلطوي والشعوذ التشريعي المرواني وكانت المدينة المنورة بما تمثل من قداسة واعتياد على الأحاديث ونشر العلم المكان الأمثل الذي لا يلام فيه المرء على بث أفكاره لأنها تشكل بطريق أو بآخر حما رسول الله صلى الله عليه وآله وحرمه الذي كان يجب أن يكون أو كذلك يجب أن يكون لقد كانت مواجهة الإمام الباقر عليه السلام شاملة بكل ما من شأنه أن يجعل من هذه الأمة أمة وسطا كما أرادها الله سبحانه وتعالى لكننا نستطيع أن نقف عند عدة نقاط هامة النقطة الأولى أنه عليه السلام حافظ على نهج أبيه علي بن الحسين عليهما السلام في عدم الإنخراط بأي شيء يتعلق بأمور السلطة أو متفرعاتها كالمعارضة للوصول إلى السلطة حتى على مستوى التنظير ولو وجدنا في بعض الأحاديث ما يدين النهج السلطوي فهو من خلال السبك المدروس ضمن السياق الفكري العام لمدرسة أهل البيت عليهم السلام وليس كعنوان مستقل أفرد له الإمام عليه السلام حيزا كبيرا لذلك لم تستطع السلطة كما كانت مع أبيه وكما ستكون مع ولده الصادق عليه السلام أن تستل من نهجه ما يبيح لها التعرض بسوء له وإن كنا نعتقد جازمين بأنه قضى مسموما من قبلها غير أنما نقصده أنها لم تكن لتلتقط حجة كهذه حتى على وفق منظومتها الاحتجاجية وإنما كان همه منصبا على المحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيحة وعلى تفسير وتأويل القرآن الكريم وفق ما أراد الله سبحانه وليس وفق آراء المدجنين للقرآن على وفق أهوائهم وكذلك كان تركيزه على تبيان حقوق الأمة جماعات وأفرادا تلك الحقوق التي غدت برمتها مسلوبة مصادرة معتبرا ذلك وظيفته الأولى والأهم فقد سئل عليه السلام عن الحديث الذي يحدثه أنه يرسله ولا يسنده فقال إذا حدثت الحديث فلم أسنده فسند فيه أبي عن جد عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل وكأن الإمام عليه السلام علم أن مرادهم من هذا السؤال الإشكال أن من هذا السؤال الإشكال أن يوهن من مدرسته بالحجة الواهية وهي سند الحديث وكأنه عليه السلام يحتاج إلى سند بعد أن غدا هو وحده سند الأمة كلها فكان يقول بلية الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يستجيب لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا ثم يردف قائلا ما ينقم الناس منا نحن أهل بيت الرحمة وشجرة النبوة ومعدن الحكمة وموضع الملائكة ومهبط الوحي في كل ذلك يريد الإمام عليه السلام أن يعلن أن كل ما يصدر عن غير إمامته لا يكون مبرئا للذمة لدى آحاد الأمة لأنها لم تستند في ذلك إلى من هم أجر الرسالة ومن هم سفينة النجاة ومن هم باب حطة وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية التي ركز عليها الإمام الباقر عليه السلام وهي الإمامة التي لا بد للأمة من الإنخراط تحت لوائها لأن من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية فيما أجمعت عليه الأمة وإن بألفاظ مختلفة مؤداها واحد فكان تأكيده على أن الإمامة أوسع دائرة وأشمل خطا من كونها سلطة تنفيذية بل هي رياسة دينية لا تثبت إلا بالنص شأنها في ذلك شأن النبوة وكان عليه السلام لا يرى بأسا في أن يظهر من الكرامات ما يثبت ذلك لنفسه فقد روى جابر قال كنا عند الباقر نحوا من خمسين رجلا إذ دخل عليه كثير النوى وهو من المغيرية وهي طائفة تنسب إلى المغيرة بن عمران فسلم وجلس ثم قال إن المغيرة بن عمران عندنا بالكوفة يزعم أن معك ملكا يعرفك الكافر من المؤمن وشيعتك من أعدائك قال ما حرفتك شو بتشتغيل قال أبيع الحنطة قال كذبت قال وربما أبيع الشعير قال ليس كما قلت بل تبيع النوى قال من أخبرك بهذا قال الملك الذي يعرفني شيعة من عدوي لست تموت إلا تائها قال جابر جعفي ناقل الحديث فلما انصرفنا إلى الكوفة ذهبت في جماعة نسأل فدللنا على عجوز فقالت قالت عن كثير إنه ومات تائها منذ ثلاثة أيام النقطة الثالثة أنه عليه السلام عمل جاهدا لإرساء مفهوم مهم ومفاده أن الحديث الصحيح الذي يجب على الأمة الأخذ به هو ما كان حصرا من طريق أهل البيت عليه السلام أو يحظى بإقرار منهم كحديث جابر بن عبد الله الأنصار على سبيل المثال إلى الحصر هذا الإجراء يعتبر خطوة ضرورية وتدبيرا إلزاميا لوقف تفشي الفوضى الحديثية التي بثتها الأجهزة الرسمية للدولة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله مرورا بزمن معاوية وصولا إلى المنهج التجديدي الذي أرسى قواعده عبد الملك بن مروان كما أسلفنا وبالفعل فقد كانت مدرسة الباقر عليه السلام المدرسة الوحيدة التي في ذلك الحين التي تصدت لتلك الهمروجة المتفلتة والموجة العارمة من الحديث والتأويل الباطل والتي كادت أن تنفرد في التربع على عقول الأمة لولا ذلك التصدي الحازم والوقوف الصارم فكانت تلك المدرسة هي التي ردت الحق إلى نصابه ببركة الإمام عليه السلام النقطة الرابعة أن السلطة بمتفرعاتها الاستفقاهية فطنت إلى ذلك الدور الرياضي الذي قام به الإمام عليه السلام لكنها لم تكن تجرؤ على المواجهة المباشرة لعدة أسباب أهمها ما كان من أثر لدماء الحسين عليه السلام في تزلزل بنيان السلطة مضافا إلى مال الإمام عليه السلام الباقر من حضور في وجدان الأمة على مستوى النخبة العلمية التي تطامنت تحت منبره وعلى مستوى الطبق الوسطى والدنيا التي كان يصيلها حديثه فتتقبله بالقبول الحسن ولذلك وجدنا شهاب الدين الزهري يعترض دون أن يجرؤ على التسمية فيقول على سبيل المثال إذا سمعت بالحديث العراقي فاردد به ثم اردد به يخرج الحديث من هندنا شبرا فيرجع إلينا من العراقي ذراعا ومعلوم أن الزهري إنما يقصد بذلك ثقه أهل البيت عليه السلام وإلا لو كان قصده أن الحديث تتناوشه ألسنة الوضاعين لاتخذت السلطة إجراءاتها المضادة والحجة بيدها لكن في كلام الزهري غصة في كلام الزهري غصة من لا يستطيع أن يجابها لضعفه الفكر أمام ما يأتيه ذراعا من العراق أو المدينة بدل شبره الذي يتكن به النقطة الأخيرة أن الإمام عليه السلام رفع من مستوى شيعته بعد خبوط ضوئهم إثر استشهاد الحسين عليه السلام وتتبعهم تحت كل حجر ومدر وجعلهم حاضرين في المجال الثقافي كمعلمين بدل أن يكونوا متلقين فقد روى الشيخ الكليني في الكاف الشريف ما نصه كان الشيعة قبل أبي جعفر لا يعرفون مناسك حجهم وصلاتهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وصلاتهم وإحرامهم أو حرامهم على اختلاف حتى صار الناس حتى صار الناس يحتاجون إليهم بعد أن كانوا يحتاجون إلى الناس وهذا والله العجب العجاب إذ كيف يقدر شخص بمفرده على إخراج أمة كاملة من غياهب اليتم بانقطاعها عن إمامها وحجتها وتحت ضغط ورقابة السلطة بل ومنعها وذلك خلال سنوات قليلة إلا أن يكون هذا الشخص هو باقر العلم كما سماه جده المصطفى صلى الله عليه وآله السلام على أبي جعفر الباقر يوم ولد ويوم عاش ويوم أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ويوم استشهد ويوم يبعث حيا ولا حرمنا الله في الدنيا من وسام ولايته وفي الآخرة من واسع شفاعته إنه على كل شيء قدير طب فوكون وهك سماحة الشيخ نشكر نرحب بك مجدداً وبسهد المشاهدين الكرام السؤال سماحة الشيخ حول أسلوب الإمام الباقر سلام الله عليه هل تغير في التعاطي مع أحداث عصره بالخلاف عن من سبقه من أئمة ربما تجد تغيير يعني المتتبع يشير تغيير تغيير تكتيكي بالاستراتيجيات لن يكون ولن تجد تغييراً لدى أئمة الاستراتيجيي أن المعصوم حيث تكون الحجة بالغة يكون الحجة أن أقف يوم كربلاء حتى الشهادة هنا الحجة البالغة هنا الحجة البالغة عند زين العابدين عليه السلام أن أتجنب كل إرهاص معاصر وأستعمل سلاح البكاء وسلاح الدعاء وسلاح إبقاء المؤمن لهذه الأمة التي فقدت كل بوصلة نعم هلأ طبيعي شوف حديث علي عليه السلام والحسنين تجد فيه بصمة تكاد تختلف في التكتيك عن بصمة الباقرين ثم تحالي برزخية لدى الإمام زين العابدين بشيء من هنا وبشيء من هناك هذا لتعويض الأمة وليس لأي أمر آخر اختلف أسلوب الإمام الباقر لاختلاف موطن الحجية البالغة ولا لا خلنا نستقرأ ذكرنا ونذكر أول ما فعله أبو بكر في إرسالية الشام الجيش أنعين قائلا للجيش ابن أبو سفيان يزيد ابن أبي سفيان توفى حطه محل معاوي وبقي طيلة خلافة عمر وطيلة خلافة عثمان ثم نازع عليا الأمر في صفرين ثم نازع الإمام الحسن عليه السلام حتى نقض عليه عسكره ثم حكم عشرين سنين أربعين سنة بين وال وحاكم مطلق ماشي طيب شو عمل بالأربعين سنين أسس نهجا هلأ لا شك أنه بنى على بنيان قد فرش له ومهد نعم من أبيه من أبيه ومن السلطة الحاكم يعني وإلا ما حدا يقنعني أن يحاسب كل الولاة نعم في زمن عمر إلا اثنين معاوي وقنفذ العدوي أبو هريرة أكل أتلي ضرير عمر بن العاص بعت وراء من مصر وقاسمه خالد بن الوليد حتى فردت نعليه قاسمه به كلهم كانوا يحاسبون وفق منهج المحاسبة عند عمر نعم إلا معاوي إذن ثمت اتفاق مع الفرع الأموي لأنه الوحيد بعد محلال بني مخزوم وأفول نجم خالد بن الوليد الوحيد هذا الفرع الذي يمكنه أن يشكل حالي اندفاعي في التصدي للهاشمي صفيان وبالتالي إن كان ثمت اتفاق قد حصل بأن إذا مات رسول الله تصرف الخلافة عن بني هاشم نعم فلابد من استعمال الوسائل المتاحة كلها لتنفيذي وإبرامي وتسييل هذا الاتفاق وهذا ما حصل كان العنصر الأموي عنصر طاغي فعال بلغ ذروته في زمن عثمان اللي هو أموي وقال أمير المؤمنين قام معه بني أبيه يخدمون مال الله خدمة الإبلي نبتة الربيع باختصار معاوي عمل على عدة خطوط القصاصين الوضاعين معارضة أحاديث أهل البيت عليهم السلام تثبيت عقيدة الجابر والإرجاء وتحدثت عن هذا في حلقات مستقلة بس دائرة عمله القوي والنافذي كانت ولايات الشام حمص فلسطين دماشق قنسرين هاي المناطق إلى تقريبا تقريبا تخوم العراق بينما بالكوفة ما بيقدر يمشي هيدا الكلام الكوفة حديثة عهد بعلي عليه السلام وبقايا الناس اللي كانوا مع علي ما بيتمرأ عليهم ثم ما كانوا بتربية رومانية نفذ ولا تعترب هو إجاء على أنقاض تربية رومية مين كان الحاكم قبل دخول المسلم ماهان وقيسر الروم تعرف القياصرة كيف كان فشعب عتاد على أضف إلى ذلك القبائل التي كانت مع معاوية دجنت بطبائع أهل الأرض كحميري مثلا ولذا شوف لم يكن في صفين مع علي حميري واحد كما لم يكن مع معاوية همداني واحد كان الانقسام عمودي وحاد في قبائل اليمن تبعا للمكان الذي استوطنت فيه مو الحميري استوطن حمص وكان له وجهاء مبرزون ذو الكلاع الحميري فلان وفلان وهو من المقربين لمعاوي على مدى سنوات نعم والهمدانيين استوطنوا الكوفي وكانوا من المقربين لعلي منذ أن أرسله رسول الله إلى اليمن وكان بينهم من الوجهاء من رأوا في علي ما يلبي طموحهم في الدنيا وفي الآخرة على مستوى العزي والكرامي والصلابة في الدين وعلى مستوى الالتحاق برسول الله ومنهم النخع وغيرها من القبائل التي فيها مالك الأشتر وفيها 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 ما أدر سلك هذا الفكر الجبري والإرجائي نعم بطش هدم الدور بعد بسر ابن أرطاب طيب لو كان أهل المدينة وأهل اليمن ومن هم في الطريق من الشام إلى المدينة إلى اليمن من الموالين لمعاوي لماذا يقتل منهم 30 ألف بسر ابن أرطاب في حملته التي هي أشبه ما تسمى بالتطهير العرقي والآن لو ثمت محاكمات عادلة تستنبش التاريخ يجب أن يوضع هذا الرجل على لائحة مجرمي الحرب التاريخيين بسر ابن أرطاب ومن يقف خلفه خير إن شاء الله الذي أمر بذلك لمن أرسلوا قال انظر فمن كان شيعة لأبي تراب أو بتشتبه أنه شيعة لأبي تراب فاضرب عنقه ما في المجرم قتل الأطفال على درجة صنعاء أطفال هاشميين أبناء عبيد الله ابن عباس فإذا كانت الأمور مستقيمة لبسر ابن أرطاط في تلك المعاوية ما كان مضطار يعملها بينما لا تجده يقتل في الشام بهذا القتل الذريع لأنه دانت له ولذا كانت الكوفة بحالة الطراب البصرة أخف شوي بس سياسيا وليس فكريا بالمعنى الذي تشربته الشام لأنه البصرة كانت عثمانية الهواء أنا ذاك والمدينة ومكة بقيتا حاضرتين قليلتي السكة والمدينة مرتع للأمويين كنت تجد منهم أربع خمس كبار كبار مروان بن الحكم الوليد بن عتبة عمر بن سعيد الأشدق كلهم مع بعض وهي غودي أركام بني أمين في زمن معاوي أقصر مات معاوي إجا يزيد بمعاوي مثل اللي بتمسكه ثروة وهو لعيب ميسر بدد الثروة بليالي أباح المدينة المنورة هتك حرم رسول الله فعل الموبقات لم يبقي قردا أو فهدا في المناطق المجاورة إلا وجئ له به إلى قصر رجل أقرب إلى إدارة سيرك من إدارة دولة وتوج تسافله وموبقاته بقتله الحسين بن علي صلى الله عليه وسلم سقطت الدولة سقطت الدولة السوفيانية يعني كل هذا التخطيط والعمل لقيام إنبراطوري كان الهوى معاوية في يزيد كفيل بنسفها وضرك ومعاوية ابن يزيد كما أسلفت تخلى عن الأمر آمل مرواني مروان بن الحكم 8 شهر الحقيقة عبد الملك عبد الملك كان فقيها لذلك نقول إن أصعب ما تبتل به الأمة أن يشذ فقيه فيلتحق بالسلطة التنفيذية مستعملاً فقهه لسلطته وليس سلطته لفقه يعني بيعرف المفاصل وبيعرف الحديث وبيعرف ما زور منه وما يجب وضعه وما يجب نزعه ليس نكر الموضوع هون إنه هدا بيفهم بالسلطة التشريعية مرة بتجيب وزير تكنقراط بتقوله أنت وزير نفط شوف لي بيكون بير نفط عندنا وشغلهم ولا تتعدى خطوط الأوبك وظبط أمورك وإلى آخر هدا ما بيعرف يشتغل إلا نفط إذا بتاخدوا عوزارة البيئة شو بيفهمه مصلا هو شغله مضاد للبيئة شغله بالنفط مضاد للبيئة ومرة لا بتلعب الشيطان يلعب بعقول بعض المستفقه فيدخله في السلطة التنفيذية ليمد يده إلى السلطة التشريعية يعني تخيل وزير في دولة ما يطرح اقتراح قانون على الحكومة أن تقدمه إلى البرلمان عم بضرب أمثلة في ضمان الشيخوخة لمن تجاوز السن القانوني من موظفي الدولي على أن تكون الضريبة من العوائد الزراعي ثم لا يمكن لهذه الضريبة أن تكون على الشركات الزراعية الكبرى التي تخضع للمواصفات الكذائية يعني عما يوجه الأمور باتجاه الفقير ليزداد فقرا والشعار شعار ضمان الشيخوخة حلو رطيف وعلى هذا قس من صغير الأمور إلى كبيرها على سبيل المثال الآن الناس مبسوطة مرتاحة أنه مثلا تجد في دستير بعض الدول يحكم الدولة الفلانية الإسلام وتستوحى التشريعات من القرآن الكريم والسنة النبوية شوف العبارة ما أحلها مو هذا إذا وضع في يدي من لا خلاق له مع بكرة بتساوي مظاهرة بالدستور بالدستور الحاكم يستفتي فقهاءه هؤلاء هل الذين قطعوا الطرقات بمظاهرة وحرام جوعانين بدهم مطلب بدهم ينتصروا لقضايا معينة كيف بدهم يقمعهم يقمعهم بالدستور وبالإسلام يستفتي فقهاءه هل تنطبق عليهم حدود الإفساد في الأرض وكذا وكذا دغري بطيل عول الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم والدبيجي ولا شك أنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاه وتقام عليهم حدود الحرابي يسحق الشاعب بمقدمة الدستير أو ب صلب الدستير ومبسوط الناس أن الإسلام إذا أردت إسلام فانظر بيدي من تضعه حتى أعتى الجزارين على مدار التاريخ إنما طلطا قتل الحسين باسم الإسلام بهدى الدستور عبد الملك ابن مروان تعلم من أخطاء غيره من أخطاء معاوية وعرف المفاصل مفاصل الاستفقاة فسيله حكما دانت له الولايات كلها قتل عبدالله بن الزباير ومصحب ومضبط أموره وعنده المقامع المقامع الحديدي الحجاجة بن يوسط الثقافي هذا يضرب به يمينا وشمالا ويؤدب به الناس لا لأن ولاية العراق وليه لم تخطع فكريا لا للزهري ولا لغير الزهري جاب فقهاء عدوا اشتغلوا مؤسسات أبحاث مراكز دراسات أنا ما بدي يشتغل مثل معاوية أنه فانظروا إلى أحاديث أبي تراب فرطوها وسيووا مثلها للصحابة لا هنا أخطأ معاوية لا أنا بزبط الموضوع غيرها يا زهري يا فلان ساولنا فقه جديد مبني على أحاديث جديد شوفوا التابعين اللي ممكن تروع عنهم وتاخدوا منهم ممن يمكن لنا شراءهم وبيعهم بالمناصب والسلطة والعشائري والقبلي وا 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 إلى آخره ساولي جهاز ديني ينتج لي دستوراً أن الإسلام حكم الدولة بس الإسلام الذي أريد وليس الذي ينبغي أن يكون طيب مصاري معي ولايات أمنياً هدأت واللي منه هدأ سيف الحجاجي موجود وبديل ما سويه والي على العراق سويه والي على البصرة والكوفة والحجاة زين المكة والمدينة وقادر الزلمي لو بعطيه اليمن كمان لا يجزلنا الرقة سلطة نقضية عندي تجبى إلي الأموال من كل حد بموصاب ما عندي مانع أنه إذا عبد الله بن زبير ما بدوا يخلي الناس الحاج ببنيلهم على الصخرة بالقدس ما حد جيوا بيروحوا بحجوا وأقف فيهم بعرفات بحمص وليه وقف به يوم عرفات وقف بالناس في حمص ما في مشكلة لم يصص عب أمراً طيب أمام هذه الإمكانيات والأمة مضروبة كف يمين وكف شمال دايخة أمة متزلزلة قتل الحسين بين ظهرانيها فلم تحرك ساكنا لكن بدأ بدأت الأسئلة تطفى وأول الرقص حنجلة وأول الرشي زغب ما في غير شخص واحد نعم الباكر وأتشدد فيها في مقابل هذا التفلت والتهريج هذا ليس انتقاساً من بعض الصالحين في الأمة لا والتقفتة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم أنا مضطر أن أتشدد في مقابل تهريج والفقه الحقيقي ما أراه أنا وهو الذي يجب أن يكون لأن سندي الوحيد المتصل بالله عز وجل والمعصوم والمعصوم أبي عن آبائه عن رسول الله عن جبريل عن الله تعالى اللي عنده سند أحسن من هذا الجبليل تصدى السنة الصحيحة هي سنته والتفسير للقرآن الصحيح هو تفسيره والفقه الذي يعتمد حصراً هو فقه هنا نفهم رسول الله كيف يقول باقر العلم شو باقر العلم نعم بقر شيئاً لم يستطع أحد أن يبقره أخرجها والمفارقة أن الحجة بيدي نعم وليست بيدكم كان يغص الزهري يقول يخرجوا من عندنا الحديث الشبر فيرجعوا من العراق ذرا شو من العراق من مدرسة أهل البيت مين فيه بالعراق إذا فيه واحد بيفهم دكوا بالحبس أو أتلوا شو اسمه الحجاجة فيه مدرسة الكوفة اللي هواها ولونها لون تشيعي واضح وإذا جابر الجحفي كان يأتي إلى المدينة فيأخذ الحديث إلى الكوفة كما ورد ما عشرين سنة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نضال وجهاد كبيرين من أجل التصدي لمشروع عبد الملك بن مروان والحقيقة إخواني المشاهدين أرجوكم أكثر من البحث عن الحقبة حقبة عبد الملك بن مروان لتدركوا خطورة ما فعل في تلك الحق وخاصة شوهاب الدين الزهري وربما نجد رسالة بعض المؤرخين قالوا إنها من أبي حازم الأعراج واحد من المؤرخين ابن شعب الحراني قال إنها من زين العابدين وجهها إلى الزهري في دمشق هذه رسالة بتمنى أن أستطيع البحث فيها في إحدى الحلقات حتى تشوفوا الإمام إن صحت الرسالة للإمام أو لأبي حازم الأعراج الأبو حازم من أين بالعمق بالعمق أحد الشيخ كيف بيّن في الرسالة خطورة ما يقوم به الزهري لمصلحة النظام الزهري نعم علي بن العراق لتصمع أول سماحة الشيخ علي السلام عليكم اتفضل من شديد أسف يعني ما عم نسمعه لعلي نذهب إلى صالح هذا مش ما عم نسمعه الخط لعنا ما بيسوى خلينا نحكي صراحة هذا الخط ما بيسوى خلينا نشوف صالح قبل ما يقطع سمحته شيخ صالح من العراق سلام عليكم وعليكم السلام هذا نسمعه في خطين مش صالح نعم يا صالح تفضل تفضل يا أخسي عليكم السلام مولاي حبيبي ورحمة الله الله أحبكم مع أنكم مولادة ابن الباقر ومعزيكم بقلوب السشهاد يمعمل هذه عليهم السلام نعم غدا نعم أولاء أولاد المهمة تفضل شير من جليد تفضل حبيبي ما حقيقة توبتي ما حقيقة مين توبة الزهري قال إن الزهري قال توبة الزهري نعم عذر عن الناس في أواخر حياته ربا carriersو عزل عن الناس في أواخر حياتي إن عزل عن الناس وج 허�بر في أواخر حياته نعم سؤال آخر صالح سؤال الأخر قال إن الخطابية حركة القطابية والأولاد في جمع الإيمان الباقر والصادق عليه السلام مجعومة من السلطة الأموية والعباسية حركة الأولاد البلايين وعليه السلام نعم شكرا لك صالح شكرا لك اتصال جديد من العراق تعذر الاتصال للأسف طيب بسمح لي سمحت شيخنا تلقى فاصل ثم نعود المتابعة في سير الحلقة خلي اخوانا يخبرونا بعد الفاصل فاصل قصير مشاهدين الكرام متابع من بعده سير هذه الحلقة كرام الأمر نكونوا معنا اهلا بكم مشاهدين العزاء من جديد اهلا بكم سماحة الشيخ مشكور حبيب نتابع في تلقية صلاة حلقة ليلة سماحة الشيخ وهذه المرة من بلغاريا مع أخ حيدر حيدر سلام عليكم وعليكم السلام أخ حيدر تفضل علينا وعليكم إن شاء الله تقبل الله وأعمالكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا هلا بيك نعمة شو هو يعيدك أن هذا الخط اي صحيح وأنا أطالب بإصلاحه ولا يصلح ممنون احضر موضوع يرتبط من حلقة وما احضر يلا تفضل حبيبي تفضل خدرتك هالمرة مش الحال تفضل حيدر ان شاء الله الشيخ نظر أنا تريدني كثيرة وعلم يعني راح بصرحة هذه المرة لأنه صحيح يعني وقت تفير تفضل بالنسبة لجورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الدليل لما تحرم حل الله لك تستبي مرضات أجواجك هناك طريقة من كلام كيف تكون هل هي هذا اللي قال موضوع مغاش مع أحد الأخوة من الأبناء السنة هل هي لا تعمح الله موضوع توميخ تحرم لمجلو حرم حل الله لك تستبي مرضات أجواجك سورة التحريم سورة التحريم سورة التحريم موضوع كدير هي أن تتوبا إلى ما فقد صارت قلوبكما بالنسبة لزوجات النبي نعم 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 واضح سؤال الثاني سؤال الثالث بالنسبة للزوجات لأنه هنا واضح إنت توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظاهر هو مولاه نعم 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 سامعينا سامعينا تقول لماذا؟ بالنسبة لماذا؟ الرجل هنا في مرتبة أعلى من المرأة نعم أين؟ أين الرجل أعلى من المرأة؟ ألا أثر أترضت من المرأة بأي آية؟ بآية أنت توبة؟ بذورة التوبة ماذا؟ رب الله مثلا للذين كفروا ثم لأتنوهم وأمرأة تنوهم كانتا تحت عبدين نعم كلمة تحت كان عليها نقاش ومسألة الخيانة هذه خانتهما لأتنوح الله نحن كشيعة المؤمنين ننقن بأنه ما زلت زوجة نبي القبر نعم واضح أخ حيدر شكرا لك على المشاركة الأولى وعسى أن يحلفك الحظ دائما علي بن بغداد وعليكم السلام ورحمة الله أخي يا علي تفضل نبارك لكم حلو شهر مبارك علينا وعليكم يبلغوا يبلغكم إن شاء الله شهر شعب عامل روضان بحق محمد وعالمه أحسن تفضل الله مصلى على محمد وعالمه مصلى شيخ مجليد أول سؤال سيدة أم البنين هكذا ترسله السم أم وفاة عادية توفت ومن هو الإمام ما هو السؤال؟ أم البنين هل توفيت بالسم أم وفاة عادية نعم سؤال الثاني ومن هو الإمام الذي دفنها؟ من هو الذي دفنها؟ نعم السؤال الثاني الصيام في رجب قضافة بذمة في رمضان؟ هل يقصد ثوات في رجب؟ أم فقط قضافة بذمة؟ نعم السؤال الثالث عبد الملك ابن مروان من منع الأمير مونير عبدالطالب عليه السلام؟ هل شخصياً أم من أمر من الخليفة؟ في توديع عبد الملك؟ أم سبارك الله بيكون وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي صحر سلام الله عليك يا شيخ خمس عليكم السلام ورحمة الله بارك عليكم الشام إن شاء الله شهر الجب علينا وعليك وعليكم الشام العفو شيخنا فاضل عندي بعض الأسئلة أول سؤال أكو آية توجد آية في سورة التكوير نعم يقول الله وإذا البحار سجر بسي بينما أكو آية ثانية في سورة الالفطار وإذا البحار فجر فريد أعرف يعني معنى التشابر أو الفرق بين هذه الآيتين نعم واضح صحر نعم السؤال الثاني أريد أعرف طبعاً إحنا كنا نعرف أن ليلة الرغائب هي أول ليلة جمعة من هذا الشهر المبارك فبهي بعض الصلاة والأذكار والأوراة بها 12 ركعة فهل ممكن شيخنا الفاضل أن تقول لي متى هذا الوقت نقيم هذه الصلاة؟ نعم السؤال الثالث نحن كنا نعرف أن السور العزائم الأربعة هي بها السجدة واجبة توجد هناك بعض الآيات في بعض السور بها سجدة فهنا تجد أن مستحب السجود فيها نعم وعلي طلب يم الشيخ أريد أن في يوم من الأيام الخصص وقدمت حلقة يتحدثين على حياة الصحار الجليل قويس القريب شكرا لدينا شكرا لك يا صحر أم محمد بن العراق نعم صحيح السلام عليكم أم محمد وعليكم السلام تفضلي آخر سؤال نبارك لكم شهر رجل الأصب وولد الإمام محمد الباقل عليه السلام عندي سؤال في ليلة الرغائب نعم ولماء بصدات هذه الليلة تحت قبة الفسين من فضل فنحن نخرج من بغداد بعد جواد صائمين إن شاء الله بالقبول لأننا لا ننوي من نومكم الإقامة في تربة إلى عشرة أيام نعم وأعمالها بين قلات المغرب والعشرة فحين ينتهي الإمام من قلات المغرب الوقت لا يكفي لأداء أعماله فيقوم الإمام من قلات الأشرة فكيف نوفق؟ لكي نوفق في أدائها وثواب القلات في حضرة الخسين الشريفة وأتمنى لكون رأيكم أسمع لي أن يعني بعد ما بقشي على ديالة الجمعة رأيكم وأنتم المتفضلين جوما السلام عليكم رأيي بماذا؟ بماذا الرأي لو سمحتم؟ يعني كيف نوفق كيف نوفق في أداء هذه الصلاة؟ نعم نعم شكرا لك أم محمد فضل سمحت الشيخ مع الأخ صالح من العراق أخ صالح أخ صالح حقيقة الزهري يحتاج إلى بحث مطوم سأحاول قدر الإمكان أن أضيء على هذا الرجل في حلقة كاملة من خلال هذه الرسالة التي ذكرتها والتي اختلف المؤرخون أمهات الكتب اختلفة هل هي من الإمام زين العابدين أم من أبي حازم الأعراج وهو أحد حصفاء التابعين الكلام أنه بكل الحالين هذه الرسالة تضيء على يعني هي رسالة عتابه لو متقرية للزهري على عمله فهي تضيء على عمله طيب هب جدلا أن الزهري تاب من عمله لدى السلطان على فكرة الزهري ليس موضع انتقاد من قبل الشيعة فحسب انظر إلى طبقته من التابعين وإلى بعض علماء أهل السنة ماذا يقولون فيه شوفوا إن الدور الذي قام به هذا الرجل في حماية نفوذ السلطان كائنا من كان ما عم بحكي عن خصوص الأمو اللي بيّن ظلمه واضح افتراؤه ظاهر تهتكه فلا يليق بفقيه من فقهاء المديني أن يكون في البلاط الأموي تلك السنين المتطاولة والتي ارتكب فيها من الأخطاء ما لا يمكن لحر مسلم أن يغفرها له وهاي مقولة تأول فأخطأ هذه مقولة يعني أكبر مقولة الدامة جيئة بها في الإسلام لتبرير أخطاء بعضها يصل إلى سفك دماء المئات المئات الألاف من الناس هذه تأول فأخطأ الحق حق والتأول فأخطأ في اجتهاد دم مص مرة بقول السبحانيات في الركعة الثالثة ثلاث مرات ومرة بقول السبحانيات يعني سبحان الله والحمد الله مرة واحدة لأنه في روي هالشكل وفي روي هالشكل هل أد حدود الهامش عندي في الإسطنباط مش تأول فأخطأ عبد الرحمن بن ملجم ضرب جبهة علي بن أبي طالب بالسيف ويجد نجد من يقول تأول فأخطأ وربما يغفر الله له شو بده يغفر؟ يا عمي هذا قتل سماء وأرضا متحدتين على أي تأويل انتو بتشتغلوا وبدأت من عم من من تأول فأخطأ من زمني عمر بن الخطاب وسرت وتسللت إلى بعض فقهنا مصيبها طيب هب جدلا أن الزهري تاب ولا أعلم ذلك بدرس قاطع مو التوبة مو يشترط فيها فقط أن يعتزل الناس مو يشترط فيها أن يصحح ما بني على آرائه الفاسد ما ابتليت به الأمة من شيبته التي كانت تتلمظ بين بلاط السلطان الفلاني والوالي الفلاني والحاكم الفلاني الفتاوى اللي أصدرها من لاك لهم قلما أولم يشهد على الأقل على الأقل أولم يشهد ظلمات الناس فيما في من سلطه عليهم عبد الملك ابن مروان على مدى عشرين سنة هو وأولده شو اسمه الحجاجة بن يوسف الثقفي أين كان الزهري أين على العالم أن يظهر علمه نعم يظهره لمصلحة السلطان فقط مبدو كفر عن سيئاته إذا كان قد تاب واعتزل الناس أن يخرج بيانا واضحا للناس أنني أنا أخطأت في كذا وكذا وكذا وأن الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني لم يثبت عندي وإنما ثبته تمشيا مع البلاط وأن الفتوى الفلاني وانا أخرج من مالي وما أملك لهاي الناس لبعض التعويضات على الأذى اللي ألحقت من عدى فتاوى التي يمكن أن يستعام بها للقتل تاريخ الرجل ليس بالأمر الساهل فأين وجه التوبة يعني شو هي التوبة مو التوبة مولانا مرة مشكلتي مع الله والعياذ بالله بيحكي مع ربي سبحانه وتعالى والله له رحمة تشرئب لها عنق إبليس يوم القيام ماشي بس حقوق الناس شو أنا لما انتزهق نفسي وأقف أمام الله عز وجل وخصم اللي قتلني بقول له يا رب لو تركني 24 ساعة لسجدت لك سجدة لا أحيد عنها حتى أناشدك باسمك الأعلى وهاي عبادة أد شو ودك أكثر من عبادات الملئ بحكي سيقول الله له جاوب أنا ما فهمك أن من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا لأجل هالكلمة أنه سيعبدني بما عبدني الناس به جميعا رد على حقي عند فلان الله سبحانه وتعالى رب وأنا عبد بس أنا بتكي على عديلته في أرواح أزهقات وين تاب الزهري؟ طيب سؤال الثاني هل الحركات الخطابية وحركات الغولات كانت تحظى بشرعية من السلطة الحاكمة لا أستطيع أن أؤكد ذلك مئة بالمئة كما لا أستطيع أن أنفيه مئة بالمئة ليه؟ لأن السلطة مولانا على مدى تاريخ تستعمل كل ما يمكن استعماله للانصباب في مصلحتها وهذا يصنفونه علماء السياسي الحاضر المعاصرين يعني إذا بتقرأ ما يقوله ديفيد أيستون أو ما ذهب إليه فوكوياما أو في بعض طيات ما كتبه اقتصاديا جون مينار كينز الكينزي المدرسي ما هو الاقتصاد بفرع على السياسي وحقيقة أنا ما بتعطى بشأن السياسي عمليني بقرأ رأيت الأمر أني يعني ديفيد أيستون عندما يتحدث عن الدولة والقوة يفرق بينهما وبالفعل الدولة العظمى شيء والقوة العظمى شيء آخر يتقاطعان في مكان ما لكن يفترقا أمريكا شوف أمريكا والاتحاد السوفيتي يصنفها علماء الاقتصاد والسياسة لا أمريكا أنها قوة عظمى لا لأنها تحتكر 27.8 من اقتصاد العالم بيدها في حين أول دولة منافسة اللي هي الصين 8.4 يعني الباون شاسع فرق كثير الآن إذا بترجع للستينات كانت 45% من التصادع الآن يتقلص بدك تحكيني بالالفين وستين عندما يصلح ثمة تتنافس حقيقي أما الآن وتسيطر على مفاصل بحيث بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن يجرؤ شارد دوغول على زيارة موسكو إلا بموافقة واضحة من واشنطن الاتحاد السوفيتي كان دولة عظمى دولة عظمى تريد أن تنفذ أمرا تنفذه بثمانينات خطف رهائن في لبنان لواشنطن ولفرنسا وللاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي أخرج الرهائنهم مقصين واحد خلال 48 ساعة خلص بدي إيهم بدي إيهم قتل واحد من الرهائن بعد الثلاث البقاوي هكذا تتصرف القوة العظمى أن تصل إلى مبتغاها بأسرع من وقت ممكن دولة عظمى القوة العظمى لا القوة العظمى بيسموها بالعبارات اليونينية نولي تومبانابي شفت هذا اللعب إلى تقالي من تحته بتقلبها بتطلع كيفما وقع الحدث وحيثما وقع الحدث يقع لمصلحته تركت رهائنها حتى أصبحوا عبءا على من يأسرهم وأخذتهم وحصلتهم خير إن شاء الله القوة العظمى تتعاطى هالشكل هيدا تفسيرهم أنا لا أتبنى ولا أسقط بس عم أقول لك ماذا يقع عندما تتعاطى السلطة قوة مع هاي الحركات صحيح ربما لم تنشئ الخطة به بس تتأمل كيف فين يستفيد منها خليها تاخد مداها في إثبات الغلو في الجسم الشيعي ثم إذا حان حينهم وآن أينهم واستنفدت ورقتهم السيف حاضر هاي القوة العظمة هذه القوة التي مارستها السلطة الأموية والعباسية والعثمانية والمملكية على مدى التاريخ إما أن أنشئ شيئا فاستفيد منه أو ينشأ غصبا عني فيصب في مصلحة باستفيد منه من أي وجه من الوجوه ليش أول ما طلع الداعش شو كان تصريح الأمريكان عزروني أنا ما بحب أحكي قال هذه ستستمر لأكثر من عشرين ثلاثين سنة حتى نتمكن من القضاء عليه هو رجل على مستوى عالي عسكري عم يحكي عسكري تاري ودعتك لولا أن يتصدى العراق على رأس سيد السستاني حفظه الله تعالى في قلب الطاول على الجميع ودعا إلى ما دعا إليه كانوا يستفيدون واضح الاستفاد ويزرعونهم لكن الأمور خرجت عن السيطرة وكثيرا ما تخرج عن السيطرة بالزمان لقوا عنا تمساح بنهر بيروت ونهنا بلبنان منلنا التماثيل هذا الرجل أفريقي يعني مغترب أفريقي جايبوا معه جايبوا صغير لم يعد يستطيع تحمله أصبح حيوانا مؤذية فرماه الناس جنت أنه يعقل عندنا تماسيح شوف خط الاستواء ما أحيانا قد تربي شيئا يصبح عبئا عليك وأحيانا تستفيد منه وأحيانا وهكذا شاهدي أن السلطة ما في مينة أخ صالح من أن تكون قد استفادت من الخطابي واستفادت من المغيرية واستفادت من الشالمغاني واستفادت من لم يقتل الشالمغاني بعد أن استنفد ما ما له وما عليه أو لم يقتل حسين ابن نصر الحجاج بعد أن أسس للحلاجية التي ما زلنا إلى الآن نجد أرهاصاتها السوفية وغير السوفية عند المتألهين وغير المتألهين هذه السلطة القوة هكذا تتصرف أينما يقع الحدث تستطيع أن تجيره لصالحها ولو إلى حين بس دايما 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 قاعد إن الباطلة كان زهوقا بدليل أن عادينا نحن عم نحكي عن هذه المثالة يعني مكشوف الأمو حيدر يا حيدر أنت بدك ثلاث حلقة سورة التحري يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك هل هذا خطاب والعياذ بالله توبيخي للنبي خلنا أرى السياقات إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أيهما أصعب أن يتهم نبي من قبل الله ولو على نحو السؤال هو سؤال استنكاري استفهامي أنت قلت للناس أنه أنا وأمي إلهين شرك مع الله عز وجل أم أراد الله أن يستنطق عيسى ليكون حج من لسانه عليهم فيما اتهموه به طيب في كلام أخطر من هذا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصر هذا كلام موجه للنبي كلام آخر ولو تقول علينا بعض الأقاوي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هذا الوتين إذا بتلاحظ السياقات كلها في مثل هذا عفى الله عنك لما أذنت لهم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أبداً لا تأخذ جانب توبيخي لمن يفعن سياقات القرآن نعم وكلام الله ما بالنهي مخلوق عم يحكي مع عبده فإذا شو الموضوع الموضوع أنك يا محمد استعملت هامشاً أحل لك استعماله لكن تبين فيما بعد أنه هذا الأسلوب مع هذه النوعية في هذا السياق ما بينفع لكنك أقمت الحج أقمت الحج ونحن نؤيدك في إقامتك للحج شو اللي صار أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعجبه العسل وكانت إحدى زوجاته ادخلت له شيئاً من عسل ربما إجوها هدي اشترتهم إلى آخر فكان يمر عليها ليأكل من عسلها زوجتان أخرى ما عجبهم الموضوع فاتفقط أنه إذا دخل عليك رسول الله فقولي إني أشم منك رائحة المغافير المغافير نبات صحراوي ريحته مو طيب فإذا أجنن نحل منه كان العسل برائحة مغافير مثل بعض الفاكهة الموجودة القوافة شيء من ريحتها كان نفس الشيء الله أراد أن يقول إن أزواجك اللي حكوا هذا الحكي مش خرج إنك تحرم ما أحلى الله لك باليمين ها ريوية هل أنت بتعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة لأجل مغافير وعسل هو الرسول لا يعلم ما تقوله وما تخدقه طول بهلا رواية تانية إحدى زوجات النبي تسرى عليها بزوجة أخرى أو بجارية أخرى في منزلها فزعلت قالت في منزلي وعلى فراشي يا رسول الله شوف كم وكم يصغر نبينا والعياب حيب فألا والله لا أعود لمثلها أبدا لا أططو فنزلت الآية خي موضوع في سورة التحريم موضوع خطير جدا قلت بعدني بقول ما هو الموضوع الذي حشد الله له نفسه والملائكة كلهم وجبرايل وصالح المؤمنين مشان خلل في بيت النبي صلى الله عليه وآله خلال في بيت النبي فإذا في شي خطير جرى أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث شو الحديث حديث الذي حفظ به أهل البيت قال أبوك سيالي الأمر لا تقولي لحدا راحت آلت هذا التسريب المتعمد والأنك من هك قالت له من أخبى من أنباءك كسورة بحد ذاتها افضيحة ترى هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لا تخبر أحدا تعمد أنه يعلم ستخبر تعمد فقال الله الله عز وجل لما تحرم ما أحلى الله لك أسأل من حقي أنا أسأل أنه ليش لا تتركها ما هي سواء نبهتها أو ما نبهت لحتها ستتكلم فأي توبيخ في هذه السياقات كلها التي ذكرتها لك إنت توبى إلى الله فقد صغط قلوبكما الله يثبت فقط قبل فعل الماضي للتحقيق ولم يثبت توبتهما إن تتوبى إلى الله فقد صغط قلوبكما مالت قلوبكما ميلا يحتاج معه إلى التوبة هذا أولا يثبت عدم أسمات نساء النبي وأنهن لسنا داخلات في التطهير تطهير المضاعف ليذهب عنكم الرجس ليس منكم ويطهركم تطهير أول الرجس بإطلاقه يشمل المعنوي والمد نعم فمش داخلي لأن هذا الكلام بعد آية التطهير إنت توبى إلى الله فقد من يسغى قلبه ليس مطهرا تطهيره وترك احتمال أن يتظاهر عليه وقال له إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير بديس السؤال إذا كان الله عز وجل لا يعلم بتظاهرهما فلماذا كشف كله هذا الحشد كله لا لا لماذا كشف هذا كان قال إنت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله حسبه خلاص ما بيكشف لوراء صالح المؤمنين وإلى آخره شوف الله سبحانه وتعالى لا يحتم على نفسه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود بينما هون أكاد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضهيرا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما أولا التحتية ما هي هل هي دوني مفي كلمة دون باللغة العربية لماذا لم يستعمل الله من دونهما جنتان وبالفعل مواصفات الجنتين الأو الغير أدوان درجة هنا التحتيب بمعنى أنهما تحت وصاية وولاية رجل وهذا السياق الطبيعي للبشر ليش الآن ميسيز كلينتون ليش حملي اسم كلينتون موجاوزة اسمه كانتا تحت عائلته أعرف التحتية في العلاقة بين الرجل والمرأة هي الإنفاق والولاية على إدارة شؤوني وليس الدونية البيت ولا يفهم منها الدونية لأنه دايما شوف كلمة تحت استعملها القرآن من تحت جنات تجري من تحتها وقال جنات تجري تحتها مباشرة فالتحتية ليست دونية على الإطلاق كانتا تحت عبديني خلص الوقت بعد في شغلي وحلي تصدر الخيانة ما هي نعانة وفقك أن ما زنت امرأة نبي قط والخيانة هنا خيانة في الدين وفي العقيد وفي المعتقد لا الكلام في حياة الأنبياء طيب بعد وفاة الأنبياء نساء بعد وفاة الأنبياء تمادوا في الخيانة يعني زوجة موسى بن عمران هين أن تقاتل يوشع بن نون فيسقط بسببها مئة ألف قتيل ومشاكل ذلك أيضا حتى على مستوى الخيانة الجسدية بعد وفاة الأنبياء كل النساء تبعهم كنا معصومات يعني ما هذا أمر يحتاج إلى بحث لا أستطيع الجزم به لعدم الوجود نصوص جازمة في ذلك طيب لكن الكلام في حياة الأنبياء ما زنت امرأة نبي في حياته قط هذا أمر مجمع عليه لدينا ومحن علي وصحر وأم محمد للأسبوع المقبل علي وصحر وأم محمد للأسبوع المقبل شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ يا هلو مرحبا شكرا موصولا لكم مشاهدين العزاء على طيب المتابعة حتى الملتقى في الأسبوع المقبل بنفس الزمن والمكان بصحبة سمحت الشيخ القاضي محمد كان عن هذه طحية الفرق العامل في كلاءة الله والسلام عليكم عليكم السلام